أما بخصوص ما يملكه سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي فعتاده يتكون من مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة بأحجام وقدرات مختلفة وقد استخدمها ضد المقاومة الفلسطينية عقب الانتفاضة الثانية في أكتوبر عام 2000 من أبرز هذه المسيرات مسيرة هيرمس 450 وهي طائرة تكتيكية مزودة بصواريخ تعمل عن بعد قادر أيضا على التحليق في الجو 20 ساعة متواصلة ويمكن أن تحمل صواريخ متفجرة تزين 150 كيلوغرام وتعد ثالث أكبر طائرة مسيرة في هذا المجال إضافة إلى هيرمس 450 يمتلك جيش الاحتلال هيرمس 900 وتعرف هذه المسيرة باسم كوخاف وتستطيع البقاء في الجو والتحليق مدة 40 ساعة متواصلة تستطيع أيضا حمل أربعة صواريخ جو أرض من طراز AGM-114 أو صواريخ جوجو من طراز AIM-92 ستينجر وأيضا حمل قنابل موجهة بالليزر من نوع GP-12-5Y أو ما يعرف بقنابل G-DAM التي تستخدم في استهداف المواقع وشني هجمات وتنفيذ الشباكات واغتيالات وعمليات نوعية أيضا هناك المسيرة ATIAN التي يطلق عليها اسم أيضا هو هارون TB وهي أكبر طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لها قدرة على البقاء في الهواء والتحليق في الجو لمدة 36 ساعة متواصلة بمقدورها أن تحمل ألف كيلو جرام من الصواريخ المتفجرة هناك أيضا سرب كامل يعرف باسم السرب 144 الذي يشغل طائرة مسيرة من نوع نيتسوس وكذلك مسيرة صغيرة من طراز أوربيتر وهو من صنع شركة إسرائيلية مملكة لشركة رفائل ترجمة نانسي قنقر